السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة عالم سلوى الرانطة والطرس اليوم ان شاء الله سوف نرى هذه الطريقة الخدمة التي خدمنا الهبطة في الفيديو السابق سوف نرى كيف سوف نفعل هذه البديهة وكيف سوف نفعل هذه السنينات الفق منها عندما لم تنظروا سوف نضيف الماكينة لقيت الماكينة من هنا سوف نسخيط على ثلاثة الشعرات سوف نطبطوا في هذا الجيهة وبهالطريقة سوف نشيل الجيهة الأخرى سوف ندير ندير مباشرة من أن تنظر نطبقًا نطبق الشعرات ونطبقها بها تشكل ونفس العوينة كان بقى طالعة فيها لان في الفيديو السافق بزاف دي اللي بنيت بغوا يعرفوا بناء دي الغرز كيفاش كان دير لي هانتم يعني رغي هاد العوينة هادي كان بقى طالعة فيها من كل جهة حتى كيتكول لي عدد دي الغرز اللي غادي نختم انتم راي عوينة كان بقى طالعة فيها واحد جوش ثلاثة اربعة غنزيد واحد بها تشكل هادا صافيدة باولو عندي خمسة دي اللي عوينة انتم بها الطريقة هادي هادي يبناء الغرز واحد جوش ثلاثة اربعة ها خمسة انتم في الهبطة اللي كنا هبطنا اللي درنا في الفيديو السابق ركننا هنا بدينا غيب ربع دي اللي عوينة ياك ولكن هنا في الكم غادي نبدو بخمسة غادي نهبط مع هاد العوينة هاتو هالأولى هالتانية يعني عيب شوي هاد البديارة شوية تكون معنكشا ولكن من بعد غادي نوريكم كيفاش غنتبزوها هالعوينة الثالثة الثالثة العوينة الرابعة وهادي هي العوينة الخامسة غيب شوية سافي غادي نشت تاني فتو بها الطريقة هادي هانتو ما غادي ناخد خيط وغادي نتنيه لجوش ديال الشعرات وهو باش غادي نتبز هاد الخدمة ديالي هانتو ما غنبشيل هاد العوينة اللولى غادي نتبز فيها الخيط بهات الشكل هادا يعانتو ما صافي وغادي نتبزو بصبعي بحالكو وغادي نجرة داك الخيط وغادي نتبزو في الوسادة ويمغن نتبزو مزيان فاش نكون نخدم ما يتحلش ليه صافي ومن بعد فاش غادي نكمرة غادي نقطعو يعانتو ما بهات الشكل هادا صافي تبا غادي جيني الخدمة ديالي ساهلة وهذا كل الراس غايت تبز غادي نخدم العوينة اللولى العوينة التانية العوينة التالتة والعوينة الرابعة وهانتو ما هاد العوينة الخامسة شفوش اغن دير غا لوي اللوية اللوية واللوية تانية وغا نجر لخيط صافي غادي نحبط تاني ما هاد العوينة هالعوينة اللولى العوينة التانية العوينة التالتة العوينة الرابعة ما غاديش نخدم هاد العوينة الخامسة وغادي نطلع هانتو ما شوفو غادي لوي اللوية اللوية واللوية التانية يعني جوج لويات اللي كلوي وكنجر لخيط هاد اللوية اللي كندير هنا يا را كيجيبو لي هاد الحاشي يعني عريضة ما كتجمعش ليا وكيجي القياس ديالها قدل تحت قدل فوق بهات الشكل هادا صافي غادي رجع في هاد العوينة بربعة هالاولى العوينة التانية العوينة التالتة والعوينة الرابعة صافي هنا را كنا نقز نصدر هدي نقز عوينة وغنشد في اللي حداها بهات الشكل صافي هاد الخيط هادا غنعوضو بضربة واحد هاجوج ها تلاتة هانتو ما خدمتوا واحد الجوج تلاتة وهنا غيبقوا ليه جوج ديالعوينة تالأولى وها التانية صافي غادي رجع في هاتلاتة ديالعوينات هالاولى هالتانية وهالعوينة التالتة صافي غادي نشد في التوب غادي نخدم تانية العوينة اللولى العوينة التانية العوينة التالتة هانتو ما لاحظو معايا دبقش غندير هانتو ما هنه بقاوليه جوج ديالعوينة غننقز واحدة وغنشد في اللي فوق منه غندير واحد بناء ديالوحد الخيط ما يكونش مزير وما يكونش مرخوف بها الطريق غنلوح الخيط الفوق وغادي نهز هاد الخيط هادا بضربة وهادك الدربة غادي نعود فيها ضربة بحلك ندير في الحبكة بها الشكل صافي غنلوح الخيط الفوق غندير الدربة الاولى والدربة التانية صافي؟ صافي Bes Library وغادي نلفظ عمل Polili و العوينةة تانية صافي هنا غادي نخلي هاد العوينة وغادي ترجع في هادر بعدي العوينات هالعوينة الاولى العوينة التانية العوينة التالتة العوينة الرابعة هانتما غالوي الخيط جوج جلويات صافي ونجر غادي نحبطني على العوينة الاولى العوين الثانية العوين الثالثة والعوينة الرابعة كيف ما العادة نقز نصطر غدي نقز بعوينة صافي وغدي هاد الخيط هادة غنديروا قياس ديل ضربة وحدة صافي غدي ننكختم اللولة العوينة الثانية والعوينة الثالثة انتم وحنا ثلاثة وكيبقولي هنا جوش ديل العوينات غارجا عما ها تلاثة ديل العوينات هاواحدة ها جوج ها تلاثة صافي غدي نشت في التوب غنخدم العوينة اللولة العوينة الثانية العوينة الثالثة عندما لاحظوا ثاني اش غندير عندما غنقز هد العوينة وغنشطف هد العوينة الخامسة شتو غندير بناء الثاني ديال الخيط بها الطريقة غدينهز هد الخيط هدا من هنا بعوينة وهد العوينة كنعودها كما كديكم بحالة ندير في الحبكة بها الطريقة سوف ندير هنا الضربة اللولة والضربة الثانية بها تشكل هدا سوف نخدم ثاني العوينة اللولة والعوينة الثانية سوف نخلي هديك العوينة اللي التحت وقارجع في هد العوينة بربعة واحد ها جوج ها ثلاثة ودائما نشوفو هاد العوينة هادي اللي كتكون الفوق را كلوي جوج ديال لويات باش كتجيني الحاشي ديالي يعني اول حاجة كتجيني متينة وتاني حاجة ما كتجينيش مكروفة سوف نخدم هاد العوينة جوج ها ثلاثة وهادي هي العوينة الرابعة سوف ننقذ قياس ديال ضربة واحدة سوف نشئ ويمكن توقع هادي هي الطريقة كنبقا وغاديين بنفس الطريقة وفاش كنوصلو هنا را كلوي هنا جوج ديال لويات كما كتلكم باش كيبقى عندي القياس بحل فوق بحل تحت وما كيجينيش الخدمة ديالي مجموعة من الفوق مهم غا نخدم واحد المسافة ورجع باش نكمل تطبيق ديالنا انتو ما ادوو الشكل ديال لديلكم بحالها بكوتيجي بالنسبة لكم انتو ما رغضوا بلكم ديالكم كامل حسا غا توصلوا للهناية وغا تلاقيوا الخدمة مع بعضياتها انتو ما بالنسبة لهاد الحاشي اللي كنا كنا وفيها جوج ديال لويات فراء القياس ديالها كيجي بحل فوق بحل تحت وما كيجينيش الكم من الفوق مجموع يعني ما كيجينيش مشنوق بالنسبة لهاد الخيط اللي غا دينزوقوا فيه انتو ما رغض تاخدوه على قياس الكم كامل انتو ما غا نجيل هنايا الهدزة ديال هادي الكم وغا دينخشي فيها هد الخيط هذا بها الطريقة هادي وغا دينجروا انتو ما غا دينتبتو من هنا بها الطريقة هادي سافينا غا دينجروا الخيط وغا دينوحلكم باش نوريكم منين غا نبدو الزباق مويم هانتو ما غا دينخشي لبراء مل تحت عندما بهتشكل وغا دينخشي لبراء مل فوق ونخرجها مل تحت كانتو ما غا دينجروا حدوده هاده سباق ديالنا بحالك ومن غا نتبتو من هنا يبشي تسهل علي الخدمة سافيو كان غا دينجروا من الفوق ونخرجها مل تحت نبقى بالخيط نبقى كل خطرة نبقى نفس الزواق نبقى نفس الزواق نبقى نفس الطريق نساعد الخيط نبقى نفس التحلي نبقى الطريق الزواق نبقى بالضروب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا على نفس الشرق انتم تتحركوا في القناة شكرا لكم على التعليق السلام عليكم شكرا لكم